من المرتقب أن تفتح خطوط جوية جديدة للربط بين المغرب وإسرائيل بعد الإقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين التي جاءت في أعقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وبحسب ما أعلن عنه السفير القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط دافيد كوفرين، فإن شركتي الخطوط الملاكية المغربية والعربية للطيران ستفتتحان خطوطاً جوية جديدة. ويرتقب أن يتم فتح هذه الخطوط وفق ما كشف عنه السفير الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر في شهر أكتوبر المقبل لربط مدينتي مراكش والدار البيضاء بمدن إسرائيلية. اقتصاد حوادث السلطة الرابعة فن وثقافة تمازيجيت رياضة صوت وصورة خارج الحدود الإقبال المتزايد يدفع إلى افتتاح خطوط جوية جديدة بين المغرب وإسرائيل. صورة ألف ف ب هسبريس من الرباط الاثنين تسعة غشت الفان وواحد وعشرون إلى الواحدة. من المرتقب أن تفتح خطوط جوية جديدة للربط بين المغرب وإسرائيل بعد الإقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين التي جاءت في أعقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. وبحسب ما أعلن عنه السفير القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط دافيد كوفرين، فإن شركتي الخطوط الملاكية المغربية والعربية للطيران ستفتحان خطوطا جوية جديدة. ويرتقب أن يتم فتح هذه الخطوط وفق ما كشف عنه السفير الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر في شهر أكتوبر المقبل لربط مدينتي مراكش والدار البيضاء بمدن إسرائيلية. واعتبر كوفرين أن هذه الخطوط الجوية المرتقبة خطوة كبيرة أخرى تنضاف إلى المجهودات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل بعد الإقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين. وكانت أول رحلة سياحية تربط تل أبيب بمراكش قد انطلقت في 25 يولي يوز المنصرم قامت بها شركة الطيران يسرائيل وعلى متنها حوالي مئة مسافر من إسرائيل أغلبهم ذو جذور مغربية. ويرتقب أن تسير الشركة الإسرائيلية رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعياً بسعر يناهز 580 دولاراً، فيما أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية العال عن تسير خمس رحلات أسبوعية تشمل مراكش والدار البيضاء. جدير بالذكر أن أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والرباط أقلت دبلوماسيين إسرائيليين في الجنبر الماضي، وذلك بعدما جرى توقيع اتفاق ثلاثين يجمع المغرب وإسرائيل وأمريكا تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل. ووفق توقعات رسمية لوزارة السياحة المغربية، يرتقب أن يتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب ما بين خمس ألفاً ومئتان ألف سنوياً، وهو ما سيساهم في تعزيز القطاع السياحي. وكان الإسرائيليون يزورون المغرب عبر رحلتين مروراً بمطارات أوروبية، وكان ذلك يزيد من الأسعار ويطيل الرحلة أكثر، لكن اليوم سيكون بإمكانهم القدوم إلى المملكة عبر رحلة واحدة مباشرة.